السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي حساب كيتو عمان نستعرض لكم منتق أكرم ونظف المحرك في تنظيف السيارة من الأسفل فطريقة الاستخدام تكون انك تعب المنتق في هذه العبوة عبوة الغاز المضغوطة أو الهواء المضغوط عشان نترش بفعالية أكبر وبشكل أسهل فمثل ما نشوفه الحين عباه وهذه هي الأوساخ قبل التنظيف واضح ان السيارة متسخة قدًا والآن في هذه الخطوة مثل ما نشوفه عملية رش المنتق باستخدام الهواء المضغوطة أو علبة الهواء المضغوط عشان ترش بفعالية أكبر ويوصل لكل الأماكن والمنتق ليس فقط لتنظيف السيارة من الأسفل لأنه يستخدم أيضا لإزالة الصدى والحماية منه وكذلك آمن على الربلات والأشياء البلاستيكية بمعنى أن المنتق ما راح يخرب لك أي شيء بلاستيكي أو أي ربل أسفل السيارة حاليا بإمكانكم تتابعوا عملية الرش الواضحة وأعتقد أنه بدأ يوضح مفعول المنتق مثل ما نشوفه ما شاء الله وأيضا من باب التوضيح المنتق ما لازم بعد ما ترشه تغسله بالماء إنما عادي أنك ترشه وتخليه لأنه المنتق راح يعطيك حماية ولكن في حال أنك بغيت تغسله بالماء ممكن فالخيار لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر